اكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض اكد حرص الهيئة على تقديم كل الدعم اللازم من اجل النهوض بكلية فاتل للضيافة وتطويرها وتمكينها من القيام بدورها في تدريب وتأهيل الكواهل الكوادر البشرية وفقا لأفضل المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الضيافة والسياحة جاء ذلك خلال زيارة الوزير لكلية فاتل للضيافة بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور ناصر قائدي واشار الوزير خلال الزيارة الى ان الكلية تعتبر احد المشروعات ذات الاولوية بالنسبة لهيئة السياحة اضافة لدورها المهم في رفض المنشآت السياحية بما فيها مشروعات الهيئة الحالية والمستقبلية واكد الوزير الزياني ان كلية فاتل تشكل الضراع التدريبي للقطاع السياحي ككل في مملكة البحرين لافتا الى دور هذه الكلية في تحقيق اهداف استراتيجية البحرين السياحية 2022-2026 وخلق فرص عمل نوعية امام المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة من جانبه اوضح سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية فاتل ان العمل بدأ بالفعل على تطوير مختلف اركان العملية التعليمية في هذه الكلية وتحقيق اهدافها في جعل مملكة البحرين مركزا للتدريب في مجال قطاع الضيافة والسياحة على مستوى الشرق الاوسط واعتبر ان التعافي المرتقب للقطاع السياحي من شأنه استعادة هذا القطاع لدوره الحيوي في توليد فرص العمل النوعية وهو ما يشجع على توفير الفرص التعليمية التي تعزز من امكانيات وقدورات الشباب البحريني في مختلف مجالات قطاع الضيافة والسياحة ترجمة نانسي قنقر